اهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة الصوتيات ومعنا النهاردة صوتين مهمين جدا هنحاول نسمحهم كويس وحنحاول كمان ننطقهم بطريقة جيدة وحناخد عليهم تامرينات وديالوجز حوارات في وسط الفيديو عشان تختبر نفسك وتشوف انت فهمت ايه قبل ما نبتدي مع بعض خلينا اقولك ان كل الحلقات الاخرى في الصوتيات هتلاقيها في الديسكريبشن اللي تحت الفيديو او اسفل الفيديو في قائمة تشغيل النطق والصوتيات او النطق والاستماع المستوى الاول للمبتدئين الصوتين اللي احنا هنشتغل عليهم النهاردة وقريبين جدا من بعض هم صوت ال اي و ال اي اي و اي يلا بينا خلاني بطني بصوت ال اي وصوت ال اي بتلاقيه في كلمة زي سيت سيت لكن صوت ال اي اللي هو بيبقى اطول اوكي يعني تقريبا نفس وضع بققك بس بيبقى طويل اوكي بتلاقيه في سيت سيت بتلاقيه في هي هي طيب تعالي بتدي بيه كل صوت لوحده قبل ما نقرن الصوتين ببعض فيه تمارين حتحبها جدا صوت ال اي اللي هو الممدود بتلاقيه فيه اغلب الكلمات اللي في اللغة الانجليزية اللي بتنتهي ب اي اي زي سي اجري بي صوت كمان ال اي بتلاقيه فيه كلمات فيها اي اي في الانجليز زي ما قلنا قبل كده في اول حلقة سيت ايت تيم بليز السود ده كمان ممكن تلاقيه فيه كلمات فيها اي اي زي فيلد زي بيس كمان بتلاقيه فيه كلمات فيها اي زي كيلو زي بيزا مش بيزا ها اي بيزا زي بوليس مش بوليس هي ليس بوليس ماجزين ماجزين اما بالنسبة لصوت ال اي بس من غير ما يبقى ممدود بتلاقيه في كلمات بتنتهي او فيها في النصف اي زي مس زي دينر زي هز تلاقيه في كلمات كتير في الانجليز فيها يو في وسط الكلمة زي بيزي زي بيلدين اوكي كمان لو عندنا واي في وسط الكلمة زي السيستم اوكي وهكذا تعال بقى ناخد ديالوج نقارن فيه ما بين الصوتين والتمرين اللي احنا هناخده دلوقتي عاوزك تقول لي اي كلمات انت سمعتها بالظبط يعني انا هنطق كلمة واحدة من كلمتين وانت هتقول لي اي كلمة انت سمعت يلا بينا هيز انت سمعت حلو جدا هيز اول واحدة بت انت سمعت برافو اول واحدة بردو بي اي تي سين انت سمعت تمام انا مقولتش سين انا قولت سين تعال نخش على اكسركسايز اصعب شوية الاكسركسايز دوت هيبقى فيه كلمتين وعبارة عن جمل حنكملهم بالكلمة الصحيحة يعني انا هنطق الكلمة في جملة كاملة وانت هتختار الكلمة الصحيحة اللي انت سمعتها يلا بينا ها انت سمعت يعني هو عنده اجتماع هز ده ده دمير ملكية اصلا المهيز دي اختصار لهي از هز هافين ميدين انت ممكن بردو تحدد خد بالك المعنى بتاعت الجملة لو انت عارف معنى الكلمتين بس انا عاوزك بتحدد بالسمع بس مش عاوزك تعتمد على الجرامر النهاردة عشان دي حلقة استماع فحاول تحدد مش من معنى الجملة انك تختار الكلمة الصح لا حدد من اللي انت بتسمعه بعد ازنك تاني قملة هز my brother's friend انت سمعت هز ولا هز هز very good his problem isn't over انت سمعت he's problem ولا his problem bravo his problem isn't over he's a very bad person انت سمعت he's ولا his هلو قدن he's a very bad person he's you can't change his life انت سمعت his life very good very good that's amazing اوكي تعالا بقى ناخد اخر اكسرسايز معانا وهو الديالوج هيبقى حوار في كلمات فيها الاصوات اللي احنا اخدناها النهاردة اللي هو صوت ال-E وال-E وبرضو هتختار الكلمة اللي انت سمعتها يلا بينا ال اكسرسايز اللي احنا حنتفرج عليه دوت او اللي احنا حنسمعه دلوقتي هيبقى دايما في فراغ الفراغ ده فيه كلمتين اوكي انا حقرأ حقرأ الديالوج ده وانت هتختار الكلمة الصحيحة او اللي انت من وجهة نظرك طبعا انها صحيحة وحرجع انا اقرأ الديالوج تاني واقولك ايه هو الكلمة الصحيحة اللي انت المفروض تختارها الديالوج كله فيه الكلمتين اللي انا دايما هشيلهم فيهم الصوتين اللي احنا درسناهم النهاردة اللي هو صوت ال-E وال-A يلا بينا كمان مروا ونشوف ايه هي الاجابات الصحيحة اللي انت اخترتها هي مش هيت هي هيت H-I-T هي تيز مش تيز 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 I can't feel you're angry with me feel مش fill yeah I wanna kill you now kill مش kill أوكي ما تنساش انك تدعمني بانك تعمل subscribe للقناة بتاعتي ما تنساش تسيب لايك لو انت استفدت واسيب لي اي تعليقات باي اقتراحات ويخليني اشوفكم على خير في حلقة جديدة من سلسلة الاستماع والنظرة شكرا 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 ترجمة نانسي قنقر